اقتصادياً أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات محلية وعربية سجل رأس المال السوقي حوالي 742 مليار جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة تصل إلى 1.24% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة وهبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة في أسواق المال الخليجية صعدت الأسهم بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وسجل المؤشر الرئيس للبرصة السعودية ارتفاعا بنسبة بلغت 0.24% كما الصعيدة مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.6% في البحرين ارتفع مؤشر السوق بنسبة بلغت 2.34% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر